بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبناء طلاب وطالبات الصف الثاني متوسط من معاهد وبرامج التربية الفكرية في مادة التربية البدنية معينا الأستاذ ماجد الحميدان درسنا لهذا اليوم يا أبطال رح يكون تأذية حركات الزحف من تحت الحواجز دائما نذكر يا أبطال قبل بداية كل درس قوانين التعلم عن بعد قوانينها كثيرة أكيد يجب أهمها أننا نلتزم بتحضير أدواتنا وكتبنا التي نحتاجها قبل بداية الدرس ونستمع إلى الدرس من المعلم أو المعلمة وننصد بكل تركيز ونتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص فوائد مارسة النشاط الرياضية يا أبطال لو قلتكم الرياضة هل هي مرتبطة بالصحة أكيد كلكم رح تجاوبون بنعم والصحة مرتبطة بالرياضة مارسة الرياضة تحسن صحتك اليقية القلبية التنفسية يعني ما تتعب أثناء ممارسة الرياضة أيضا تحسن صحة عقلك ومزاجك تخليك سعيد ومبسوط أيضا تظهر شكل جسمك بشكل جميل ومتناسق وتقيك بإذن الله من أمراض عدة كأمراض السمنة والسكري كفانا الله وإياكم شرها وتخليك قادر على ممارسة جميع أعمالك اليومية خصوصا الرياضية فوائد الرياضة لا حصر لها ولو يأتي منها فقط أنها تجعلك سعيد وتحافظ على صحتك لكفى يا بطل طيب وجه رسالة لولياء الأمور الأفاضل نطلب منكم التواجد أثناء فترة البث لتوجيه الأبناء وإرشادهم طيب يا أبطال قبل لا نبدأ نشاطنا الرياضي نتأكد أوشي أن المكان آمن مثل ما نشوف أنا الآن واقف في مكان آمن مساحة آمنة التهوية فيها جيدة لابس اللبس الرياضي المناسب كذا المكان أصبح آمن لممارسة النشاط البدني لا نمارس أي نشاط خصوصا الرياضي إلا إذا تأكدنا أن المكان آمن لممارسة النشاط البدني المكان الآمن ولابس اللبس الرياضي على القدمين قف أول تمرين معنا لهذا اليوم الجري الخفيف في المكان جاهزيني أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أشرة واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمانية تسع عشر يعطيكم العافية أبطال انتهينا من التمرين الأول ننتقل للتمرين الثاني ثاني الجذل لناحية لي صار أربع عدات والناحية اليمين أربع عدات جاهزيني أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع يمين نين ثلاث أربع يسار نين ثلاث أربع يسار نين ثلاث أربع آخر مرة جماعة قيف أعطيكم العافية أبطال أكيد دائما نذكر على عملية الشهيق والزفير بين كل تمرين وتمرين لكن اليوم أبغى أحد الأبطال يعلمنا طريقة الشهيق والزفير ها من يعلمني يا أبطال؟ أبطال الشهيق وهو سحب الهواء بكل هدوء من الأنف والزفير هو خروج الهواء بكل هدوء من الفم سويه مع بعض يا أبطال من مرتين إلى ثلاث مرات كذا نكون عسوين عملية الشهيق والزفير تمرين الثالث تمرين ومسمى تمرين السكوات ولها أشكال عدة لكن التكنيك الصحيح لا أو الطريقة الصحيحة له هو عدم فتح القدمين بشكل مبالغ فيه وعدم إقفالها بشكل كامل تكون القدمين مفتوحة بالتساع الكتفين وليدين أمام مقدمة الجسم لحفظ التوازن والنزول ببطء بشكل كامل والصعود بشكل كامل جاهزين يا أبطال؟ مع بعض تمرين جمعة ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية يا أبطال كذا كنت هنا من تمرين الإحماء ندخل على جانب الإطالات وأول تمرين معنا يا أبطال اللي ظاهر أمامنا بالصورة شايفين؟ نزول بالجذع للأسفل ومحاولة السبات لمدة عشر ثواني تمرين هذا إذا سونا رح أسألكم يا أبطال وين شعرتوا في أي عضلة يا أبطال جاهزين؟ مع بعض نبدأ القدم اليومنا تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أبطال أبطال رح أسهل لكم أكيد شعرنا بالفخت لكن وين شعرنا يا أبطال أثناء أداء التمرين؟ أبطال شعرنا بالمنطقة الخلفية للفخت وهنا صار فيه إطالات للفخت يا أبطال الآن ننتقل لتمرين للعضلة الأمامية للفخت يا أبطال نقب بالشكل هذا يا أبطال نتكع على جدار أو على جسم ثابت محاولة سحب القدم والشعور بالعضلة الأمامية للفخت يا أبطال جاهزين مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى يا أبطال واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسعة عشر يعطيكم العافية يا أبطال نذكر دائما بأهمية الرياضة لنا ولمن هم حولنا ونذكر بأهمية ممارس الرياضة وارتباطها بصحتنا وارتباطها أيضا بصحة عقلنا وصحتنا المزاجية يا أبطال فلنمارس الرياضة ونجعلها جزء أساسي من يومنا لحفاظنا على صحتنا يا أبطال خلونا نشوف درسنا لهذا اليوم مع بعض يا أبطال كيف يتم الزحف الصحيح؟ هو تحريك الجسم للأمام من وضع الإنبطاح على الأرض مع بقاء معظم الجزء الأمامي من الجسم ملاصقا للأرض والرأس على امتداد الجسم والنظر متجه للأمام أي أن المهارة تكون بالإنبطاح على الأرض يا أبطال وأكيد الإنبطاح يكون بالشكل هذا نشوف القدمين والبطن والصدر جميحة على الأرض والرأس فقط على استقامة الجسم ونظر للأمام يعني باختصار يا أبطال كل مهارة في لها بداية أو استعداد البدء في مهارة تعدية الحواجز أو الإنبطاح يا أبطال ومحاولة الزحف الصحيح أن يكون الجسم بالإنبطاح على كامل الجسم من الصدر والبطن والرجلين كاملة وتكون ملاصقة للأرض مع رفع الرأس للأعلى يا أبطال ويتم أداء الزحف بتزامن حركة الذراع مع حركة الرجل من نفس الجانب من الجسم وتشبه حركة الجسم الحركة الثعبانية أي تتحرك كما يتحرك الثعبان لذلك يا أبطال لازم نعرف أول شيء خطوات الفنية ذكرنا في الدروس الماضية للمشي أن يكون القدم اليمنى مع اليد اليسرى واليد اليسرى مع القدم اليمنى أي بالعكس ذكرنا أن اليد اليمنى تكون مع اليسار واليسار ييد اليسرى مع القدم اليمين هنا نلاحظ أن يقولك يتم مع حركة الذراع مع حركة الرجل من نفس الجانب أي لما يتحرك الجانب الأيمن تتحرك اليد اليمنى لذلك لازم نفرق في خطوات المهارات وخطواتها الفنية كيف يتحرك الجسم هنا تتحرك اليد اليمين مع القدم اليمين واليد اليسار مع القدم اليسار خطوات الفنية تبدأ بحركة الذراع متبوعة بحركة الرجل نشوف هنا تقدم الذراع اليسار مع القدم اليسار بعد ذلك تتقدم اليد اليمين يعني تبدأ الخطوة أن أسحب الجسم من خلال تقدم الذراع ومن ثم بعد ذلك يلحقها القدم من نفس الجانب ومن ثم نأخذ خطوة بالذراع الأخرى مع القدم الأخرى من نفس الجانب دين تعتمد الحركة على الساعدين لسحب الجسم وعلى الرجلين لدفع الجسم معناتها أن اليد تسحب والقدم تدفع الجسم للأمام اليد تسحب حتى أحاول الاستمرار في الحركة والقدم تدفع حتى أنطلق للأمام أبطال وهذا ما يسمى بالساعد لازم أعرف تفصيل جسمي الساعد وهنا مفصل رسخ اليد وهنا اليد يا أبطال فتكون الحركة من ساعد اليد يا أبطال وبعد ذلك الدفع بالقدم ثلاثة الإبقاء على الذراعين مثنيتين أمام الصدر لو حاولنا نطبقها يا أبطال كثير رح يطبقها حاولة السحب بشكل هذا لا تكون مثنية بالشكل هذا يا أبطال بحيث لما أتحرك جهة اليسار تتحرك اليد بالشكل هذا ويحاول أني أسحب بالشكل هذا وبكذا نكون أدي المهارة بشكل صحيح وبدون التعرض لأبا يا أبطال أربعة الإبقاء على مفصل الركبة مثنيا عند الانتقال ثم مده عند الدفع نشوف هنا يا أبطال هنا تحرك بالقدم اليسرى يا أبطال مجرد ما تحركت اليد اليوم هنا يا أبطال تم مد الذراع قبل انطلاق القدم اليسرى نشوف مفصل الركبة يكون مثني واليد اليسرى مثنية بعد الانتقال يتم مد الذراع اليسرى والقدم اليسرى كاملة يا أبطال نشوف هنا نموذج شايفيني أبطال لو نلاحظ أول شيء هنا الأستاذ استخدم مراتب طبية حتى لا يتعرض لأدى لأدى أو لجروح يا أبطال نشوف هنا يا أبطال سواها وشيء بحركة بطيئة نشوف تحرك اليمين مع اليسار والقدم اليمين مع اليد اليمين نشوفها كنموذج أخير أيضا يا أبطال مرة ثانية يد اليسار مع القدم اليسار واليد اليمين مع القدم اليمين واحد ثم الخطوة الثانية يد اليمين مع القدم اليمين مراجعة لدرسنا لهذا اليوم السؤال الأول يا أبطال الزحف بشكل عام هو تحريك الجسم من وضع هل لما نأدي المهارة يكون من وضع الإنبطاح يا أبطال أم من وضع الوقوف نختار واحد الإجابتين يا أبطال الزحف هو تحريك الجسم من وضع الإنبطاح إجابة صحيحة وضع الوقوف مثل المشي الصحيح مثل ما أخذنا في الدرس الماضي لكن الزحف يكون وضع البداية فيه أو وضع البدء من وضع الإنبطاح السؤال الثاني هل الصورة المرفقة هي لمهارة الزحف الصحيح؟ إحنا شايفين الطالب هنا أو النموذج أبطال منبطح على الأرض نشوف القدم اليسرى مع اليد اليسرى ونشوف القدم اليمنى مع اليد اليمنى نشوف ثاني في الركبتين نشوف الجسم كاملا ملاسق للأرض ونشوف النظر للأمام إذن هل المهارة أو الصورة المرفقة للزحف الصحيح؟ أم ماذا يا أبطال؟ نشوف الإجابة مع بعض إجابة صحيحة الصورة المرفقة هي لمهارة الزحف الصحيح والتي تبدأ من وضع الإنبطاح والجسم ملاسق للأرض والقدم اليسرى مع اليد اليسرى والقدم اليمنى تتقدم مع اليد اليمنى والنظر للأمام ختاما يجب أن نحاول يا أبطال أن نطبق ما تعلمنا مع مراعاة أداء المهارة على مراتب طبية أو ناعمة حتى لا نتسبب لأنفسنا بالأذى قبل أن نطبق المهارة أكيد كثير منكم لديه الفضول بتطبيقه في المنزل وأكيد أنها مهارة جدا بسيطة نتأكد أننا نسويها على أرض صلبة أو خشنة حتى لا نتعرض لجروح أو إصابات يا أبطال نطبق الخطوات الفنية كما تعلمناها نشاهد الفيديو المرفق أيضا يا أبطال نتبع خطوات المهارة مع ولي الأمر أو مع معلم تربية بدنية بوجود وسائل طبية آمنة يا أبطال حتى لا نتعرض للإصابات ختاما أتمنى أنكم تكونوا استفدتم وستمتعتوا معنا في درسنا لهذا اليوم أستودعكم الله الذي لا تضيع دائعه في أمان الله